من ردود أفعال المستثمرين والمحللين والخبراء الاقتصاديين تجاه الاكتتابات الجديدة التي تطرح بالسوق في الفترة الأخيرة لشركات صغيرة وبعلاوات إصدار يرى البعض أنه مبالغ فيها لا زالت تتعالى الأصوات المطالبة بوقف نشاط سوق الإصدار الأولي إلى حين عودة النشاط والانتعاش والثقة إلى السوق المالية بشكل قوي وذلك بسبب التخوف من التأثيرات السلبية لطرح أسهم شركات مساهمة عامة جديدة على سيولة الأسواق والتعميق ركودها بالرغم من قناعة الجميع بالدور الذي لعبه نشاط سوق الإصدار الأولي في إضافة فرص استثمارية جديدة للمستثمرين في الأسواق المالية والدور الذي يلعبه في التعميق هذه الأسواق ورفع حجم التداول فيها وإضافة خيارات جديدة تأتي بمحددات ذات عوائد ومخاطر جديدة وبالتالي خلق المزيد من الخيارات أمام مختلف شرائح المستثمرين وتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتوفرة في هذه الأسواق والذي يساهم بدوره في التقليل من حدة التذبذب في هذه الأسواق في حين يرى مختصون أن طرح أسهم شركات جديدة خصوصا في نشاطات وقطاعات اقتصادية جديدة ليست في هذه الأسواق يساهم في إضافة نوعية للناتج المحلي الإجمالي وكذلك رفع المساهمة في جانب تنويع الفرص أمام المستثمرين وتعميق الأسواق المالية ترجمة نانسي قنقر